موسيقى أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج لقاء الراي حوارنا اليوم يبتعد عن السياسة وينتقل بنا إلى التاريخ وذلك بسبب أهمية الاكتشاف الجديد للآثار في الكويت الذي جذب اهتمام علماء الآثار العالميين وجعلهم يتوافدون للكويت لأنه الاكتشاف الذي غير وجه الحضارة الإنسانية وإلى كل من يهمش تاريخ الكويت القديم والآثار الموجودة على أرضها وإلى كل من يهتم ويفرح للاكتشاف الأثاري الضارب في عمق الحضارة الإنسانية منذ آلاف السنين نهدي له هذه الحلقة معنا للحديث في هذا الموضوع في الأستوديو الدكتور سلطان الدويش مدير إدارة المتاحف والآثار للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أهلا فيك دكتور لنبدأ حلقة ليلى دكتور عن هذا الاكتشاف الجديد لأقدم معبد في منطقة الخليج وتحديدا الكويت في منطقة الصبية والذي وصف بأنه اكتشاف مذهل غير نظرة العالم للحضارة الإنسانية هل لك أن تحدثنا عن ذلك؟ نعم هذا الموقع الذي اكتشفه حديثا وبدأت البعثة الكويتية البولندية العمل فيه منذ سنوات الآن بدأ يعطي ثماره بعد هذا الاكتشاف الجميل اكتشاف هذا المعبد المستوطنة من أهم المستوطنات في العالم القديم وفي الشرق الأدنى لأنها تمثل أول استقرار للإنسان في المنطقة الإنسان كان يعيش في الكهوف كان إنسان بدائي بدأ في بناء المدن وبدأ في عملية الحضارة في بناء المساكن وصناعة الفخار وبدأ العلاقات التجارية منذ ثمان تلاف سنة في هذه المنطقة المهمة من أرض الكويت يعتقد العلماء البولنديين والعلماء الذين طلعوا على هذا الاكتشاف أن هذا الموقع من أقدم المدن في العالم القديم طيب دكتور كيف لهذا الاكتشاف أن يغير المعتقدات السابقة لبداية نشوء الحضارة الإنسانية نعم كان فيه الكتب التي صدرت سابقا والآراء العلماء عن بداية الحضارة الإنسانية أنها نشأت في أجزاء من الشرق الأدنى القديم في العراق القديم بلاد الرافدية لا شك أنها مركز بمراكز الحضارة القديمة في تركيا في سوريا في الأردن هذه الحضارات لكن استبعد منطقة الخليج والجزيرة العربية أنها منطقة سحراوية لا توجد فيها حضارة لكن الاكتشافات الحديثة أثبتت أن هذه المنطقة من الأرض خاصة منطقة الصبرية في الكويت أن هذه المنطقة تظاهل المناطق الأخرى بل يمكن تسبقها زمانية يعني هذه التسبق الحضارة السومرية نعم المنطقة المكتشة تسبق الحضارة السومرية لا شك هي تماثل الحضارة العبيدية في العراق الحضارة كانت في الشرق الأدنى العبيد حضارة كبيرة كشفت قبل 150 سنة بالعراق وفي بعض الإيران وفي تركيا وفي سوريا وهي تنقسم إلى عدة تقسيمات أو فترات بين فترة عبيدي صفر وعبيدي واحد وعبيدي اثنين لكن الآن الاكتشاف الجديد في منطقة الصبية وفي الخليجة العربية خاصة هذه الصبية تعتبر أكبر مستوطنة أو أكبر مدينة من حضارات العبيد ووجد فيها أشياء ولقاء أثرية لم توجد لا في العراق ولا في منطقة الزيرة العربية وهذا الذي يعطيها هذه الأهمية خاصة أنها قرية أو مدينة كانت تستخدم البحر وقرية صيادين وقرية تجارية كشفة عن آلاف الكسر وآلاف القطع الفخارية والأدوات والمظاهر مثل عمليات صناعة النسيج دكتور هذه قبل أيضا الحضارة الدلمونية في البحرين نعم دلمون كانت مملكة في ثلاث جزر جزيرة البحرين وجزيرة فيلتة وجزيرة تاروت هذه تسبق دلمون بثلاث تلاف سنة تسبق دلمون بثلاث تلاف سنة نعم نعتقد أن دلمون هم جم من العبيديين دكتور في تغريدة لك بحسابك يليت نشوفها يورينا إياها المخرج في تغريدة لك بحسابك وضعت وسم وهو الهاشتاغ كما يقال في لغة مواقع التواصل حضارة الكويت أقدم من الفراعنة هل هناك دلالة على هذه المعلومة؟ نعم الحضارات في الشرق الأدنى القديم نشأت في فترة واحدة وهذا هاشتاغ اليوم وأنا حبيت أني أدرج هذا الموضوع على الكتشاف الجديد ضمن هذا الهاشتاغ الموجودة والوسم الكويت لا شك أن هذا الموقع يعطيها أسبقية في الشرق الأدنى القديم وفي الجزيرة العربية حضارة العبيد من أقدم الحضارات وهي الحضارة التي أعتقد أنها تسيش لما زلنا في بداية الدراسات والتحليل وعملية المقارنات بين القطع الأثرية لكن الدلائل الأولية تشير أن هذا الموقع من أهم المواقع في العالم القديم في العالم القديم يعني في العالم الإنساني ككل هذه الحضارة؟ نعم لما حضرت سمعت أنها أقدم حضارة على وجه الأرض الاكتشاف نعم هذا التصريح الكويت من أقدم المدن هذا تصريح الخبير البروفيسور بيتر بلونسكي وهو رئيس البيعثة البولندية هذا عالم كبير عمل في العراق من 40 سنة وعمل في مصر وعمل في سوريا وعنده اطلاع واسع على الآثار في منطقة الشرق الأدنى القديم وهو يعرف لما يطرق هذا التفسير وعرضه على أكثر من عالم ما هو يتحدث عن أي موقع أثري جديد نعم دكتور البعض أخذ هذا الكلام تعرفها الحين يعني ما شاء الله الكويتين يأخذون كل موضوع بغشمرة وكوميديا نشوفها على أيضا مواقع التواصل الاجتماعي خذ هذا الكلام بشكل ساخر أو على سبيل المداعبة يعني ولم يأخذه على محمل الجد كيف ترد عليهم يليت بس قبل لا ترد نشوف التغريدات نشوف على الشاشة يعني هذه التغريدة لك وضعها في حسابك هذه التغريدة لك أيضا هناك تعليقات ساخرة جدا في حساب الأخ بنواف وهو من الحسابات الكبيرة والقديمة في الإنستجرام يعني أغلب التعليقات كانت ساخرة على الكلام اللي أنت قلت وبأن الحضارة هذه التي اكتشفت على أرض الكويت بأنها أقدم من الحضارة المصرية شون ترد عليهم دكتور هم يقارنون في الحضارة المصرية الحضارة المصرية هي أشهر الحضارات وأكثر الحضارات منتاجها في العالم لكن نحن يسعدنا أن نقوم بعملية ترويج لأثار الكويت وزيادة المعرفة هو الاقتلاع على أخر الكتشفات الأثرية في دولة الكويت ونحن جادين في عملية إذا في أحد يحب أن يفرح ويعلق بتعليقات نحن ما عندنا مانع في هذه التعليقات لكن حدفنا هو أبراز ونشر الوعي الأثري من خلال هذه الإعلانات التي نقوم بها المجلس الوطني وإدارة الآثار والمتاحف يمكن أنه من بهرين أو مو صدقين أن هذا فعل الكلام اللي قلت أنه حقيقي نعم عشان تردت الفعل كانت بصخرية يعني فيه كثير يعني هدفنا الآن في أبراز الوعي الأثري عندنا يعني برنامج طويل أننا ذهبنا أقمنا في معارض في الأسواق التجارية مثل الفنيوز 360 أقمنا عن أثار الكويت معارض صور وورش عمل وقمنا بفتح المواقع الأثرية للزيارات ونشرنا محاضرات يعني آخرها كانت محاضرة ضمن ضمن فعاليات معارض الكتاب كلها هدفنا هو النشر الوعي الأثري والتعريف بأثار الكويت نعم دكتور اكتشاف معبد فتح الباب الحديث من الجانب الديني يعني هناك تعرف أن هناك الباب يحرم المعابد الوثنية هل تخشى من دعوات لهدم هذا المعبد نحن نتعرضنا يعني أن هناك ناس يطالبون بتسكير هذا المعبد وإقلاقه نحن نتحدث عن منشآت أثرية نتحدث عن مواقع تراث وحضارة عالمية ولا نتحدث عن الجانب الديني هذا المعبد لا يعرف ما استخدامه يمكن للديانات السماوية السابقة ربما لكن نحن نتحدث عن منشآت أثرية وتحليل أثري نعم ولكن دكتور لو كانت هناك دعوات يعني هل تخشى بأن الحكومة تتجاوب مع هذه الدعوات وتهدم هذا المعبد لا إن شاء الله ما تتجاوب معها وهذا يعني بالعكس لأن الحكومة عندها سوابق أنها تتجاوب مع ردات الفعل خنقول للشارع الديني على الأقل ما أعتقد يعني حنا كان في معارضين حتى من دكاترا متدينين زاروا المواقع وطلعوا على عمل أثري وشاهدوا أن الكلام اللي قال غير والحقيقة الأثرية واقع ثاني دكتور خلال التحضير شفت أن عندك كتاب بعنوان مقابر مدينة الصبية أيضا هناك مقابر نعم فيمكن هم تنهدم أو تمنع من الزيارة يعني وما نقدر نستفيد منها كنوع من السياحة في الكويت يعني سياحة الآثار في الكويت ليش يعني تنهدم بالعكس الكويت الصبية فيها أربع تلاف مدفن حتى الآن مدافن متنوعة تعود إلى فترات مختلفة فيها يعني اختلاف في عملية بناء هذه المدافن المستطيلة والدائرية والبيضاوية والمقبل وعندنا يعني حضارة كبيرة بالعكس هذه تفتح أفق السياحة واستثمار هذه المواقع الأثرية وأن يكون فيه دخل ثاني للكويت في المستقبل إن شاء الله نعم دكتور ماذا يعني وجود هذه المقابر؟ أبي بتفصيل أكثر المدافن هذه وجود الآثار المدافن هي جزء من حضارة الإنسان القديم كان عنده ثلاث منشآت هي المعبد والمقبرة والمسكن كل هذه الثلاث المنشآت التي كان يستخدمها الإنسان وجدناها في الصبية هذا وجود أن الإنسان كان مستقر فترات طويلة في منطقة الصبية وهذا وجود على التنوع الحضاري وعلى وجود الكثير من العلاقات التجارية بين سكان الصبية في تلك الفترات والمراكز الحضارية الأخرى الموجودة في منطقة الخليج العربي يعني هذا الاكتشاف ينفي بأن هذه المنطقة صحراوية وهناك بدو متنقلين هناك أيضا أهل مدن ساكنين في هذه المنطقة كانت طرحة السابقة بالبعثة البريطانية برئاسة الدكتورة هاريوت وصلت إلى الكويت 98 وبقى أربع سنوات نقبت في موقع أثرية صغير يفي عودة لفترة العبيد وقالوا أن هذا موقع موسمي أو موقع كان يجون زوار لفترات وينتقوا منه لكن الاكتشاف الجديد أو الاكتشاف بحراء وهذا المدينة المهمة في شمال الكويت أعطى أن الإنسان كان مستقر وموجود في هذه المنطقة باستمرار نعم دكتور سنأخذ أول فاصل في هذه الحلقة ونعود إليك فاصل مشاهدينا وسنعود عدنا معكم مشاهدينا ومع الدكتور سلطان الدويش مدير الأثار والمتاحف للمجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب دكتور من ناحية العملية كيف يتم تحديد المناطق اللي يبحثون فيها عن الآثار تحديد المواقع تتم عن طريق عمليات المسح الأثري عندنا فريق كويتي متخصص في المسح الأثري هو يقوم بيحدد المناطق ونحن يقوم بدراسة الكتب القديمة المقالات الإشارات عبر الرحالة شنو أشار في أي موقع تحدثوا عنه مثل لوريمر أشار أن موقع صدبية يوجد فيه أبار مياه أكثر مئة مدير يوجد قصر للشيخ مبارك تحدثوا بعض الكتب البلدانية القديمة عن كاظمة البحور ونحن من خلال هذا نبحث عن هذه المواقع الأثارية وركزنا على المسح على سواحل البحر ومسح على الأبار القديمة بجانب الأبار العرب القديمة ومن خلال هذه الخبرات الكبيرة التي تشبها الفريق الكويتي يقوم بعمليات اكتشاف مهم في هذه المنطقة الكبيرة ومن البعثات الأجنبية فهم يجون لموقع محدد ويقومون بعملية التنقيب طيب دكتور إذا أنت قلت أن عندنا كوادر كويتية هذا الفريق الكويتي والكفاءات المتخصصين في مجال الآثار لماذا يتم الاستعانة دائما بفرق بحث أجنبية؟ أول شيء أن الكويتيين قلة ولا يوجد استمرارية لهم الكثيرا بدأ الآن في شعبة آثار جمعة الكويت يكون هناك تخصص آثار في دولة الكويت بالإضافة أن الأجانب عندهم خبرات كبيرة الأجانب يشتغلون في أكثر من موقع في العالم تلقى بعث البولندية تشتغل ست سبع مواقع في السنة في سوريا في عمان في الأردن في مصر لذلك عندهم خبرات تراكمية كبيرة وعندهم خبرات سابقة عندهم أجهزة حديثة وأجهزة متطورة عندهم تقنيات خاصة وهم متفرغين للعمل الأثري طيب دكتور يعني الكوادر البشرية الكويتية متخصصة كم شخص تقريبا عندنا سبع أو ثمان أشخاص بس سبع أو ثمان أشخاص نعم نحن نتحدث ونحتاج إلى التخصص أكثر في هذا المجال نعم نحتاج إلى الكوادر الوطنية نحتاج إلى وجود بدلات لهم ومخصصات مالية حتى أن الكثير منهم يبدأ يحجر الآثار وينتقل أنه يصير مدرس وينتقل إلى جهة ثانية تعطي مخصصات أكثر يعني الحين الدولة لا تهتم في هذا التخصص أو دعنا نقول هذا يعتبر عالم عالم آثار فالدولة لا تهتم له يعني حيننا نبي اهتمام أكثر وجود بدلات وكوادر لهؤلاء الشاب الكوتيين حتى نحفزهم أن يبقوا في الآثار لأننا نصرف عليهم مبالغ طالة وندربهم وندخلهم في دورات وتعليمية ويبدوهم مع الفرق والبعثات الأثرية فترات طويلة لخسرنا الكثير من الخبراء الكوتيين الذين انتقلوا إلى مجالات ثانية بعدما يعني تعب عليهم الإدارة الأثار المتاحة في المجلس الوطني ويعني جلب خبرات جديدة يأخذ وقت طويل وتدريبهم وتأيلهم نعم دكتور هل هناك اكتشاف غير هذا الاكتشاف؟ دون اكتشافات كثيرة نفس منطقة الصبية اكتشاف قبل عام مقابر جديدة واكتشاف في هذا أحد المقابر اكتشاف تمثال لأسد من الحجر وهذا أول تمثال موجود لأسد في منطقة صحراوية؟ نعم لأسد في منطقة صحراوية تمثال حجر قبل تقريبا 8000 سنة هذا قبل 6000 سنة 6000 سنة وكما كشف عن ختم يعني كان هناك أسود في المنطقة هنا؟ كان هناك أسود ونعام وأفيال وفي أشارات كثيرة في المنطقة يعني دلت عليها الاكتشافة الأثرية نعم طيب دكتور ممكن نكتشف مومياء مثل مصر؟ اكتشفنا مومياء اكتشفته؟ نعم اكتشفنا وين في الصببية نفسها؟ في الصببية نعم اكتشفنا قبر ملفوف بجلد غزال هذا الاكتشافة الأول عملية المومياء بالكويت يعني هذا الكلام الحصري أول مرة تقوله في برنامجة نعم هذا أول مرة نشرناها لكن في مومياء بالكويت نعم 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 فقط يعني مومياء واحدة أو أكثر؟ لا متوقعين أكثر؟ قطعة واحدة متوقعين أن نحصل أكثر نعم دكتور بالنسبة للضبطية القضائية للحفاظ على هذه المناطق الأثرية من المخول بتطبيقها؟ والله المفروض أن الهيئة العامة للبيئة يعني أنهم يساعدون في عملية المحافظة على المواقع الأثرية في تعديات على المواقع الأثرية ونحن اقترحنا الضبطية القضائية لفريق الآثار الكويتي لحماية هذا لكن للأسف يعني للحين يعني فيه في الكثير من العوائق الموجودة في هذا العمل نتمنى أنها تحل إن شاء الله وأن توصم ما هو العوائق دكتور؟ يعني أن العوائق أنه لازم يكون متخصص قاضي أو شيء ما ليس أثري طالبون نحن نطالب أن تكون مثل بلاذية الكويت أن فيه يكون فيه مضبطة ويكون فيه يعني تبطية قضائية لفريق الآثار الكويت أنه يستطيع أن يخالف المعتدين على المواقع الأثرية طيب دكتور وبالنسبة للتخييم والمواقع الربيعية هل ينتبهونهما يعني أن ما يسمحون بالمناطق الأثرية بالتخييم فيها؟ للأسف هذه مشاكل نعاني فيها من الآن يعني نبدأين أنهم يدخلون حتى داخل المواقع المسيجة يتحمونها من بعض المخيمات ينقلون الحجارة من أماكن يعني مواقع أثرية يستخدمونها في ترفيئة بوضع أسوار دائرية واشياء هذه مشاكل نعاني منها طيب ما في عقوبات دكتور عليهم؟ حين نطالبين بالضبطية القضائية علشان نسون فيها ردع لهم وتنسيق تمنى أن نكون فيه تنسيق بين البلدية والأشغال والمجلس الوطني حتى يتم عملية المحافظة على هذا المواقع الأثرية يعني إلى الآن دكتور ما في أحد مثلا تم تطبيق أي عقوبة عليه؟ يعني العقوبات إلى الآن ليست مدرجة بالقانون؟ ما في قانون ضبطية قضائية؟ ما في قانون ضبطية قضائية حتى الآن لكن في قانون الآثار قديم ويحتاج إلى تفعيل ويحتاج إلى تبديل بعض البنود لأن قانون بدأ من 1960 والحين الآثار تطورت خاصة إضافة لقانون التراث العالمي وقانون الآثار الغارقة وبعض الكثير من المواد هذا القانون تحتاج إلى زيادة وتفعيل وعقوبات شد طيب دكتور بالنسبة لطرح المشاريع السكانية الجديدة المدن الجديدة هل يتم عرض هذه المناطق عليكم؟ أو يأخذون رأيكم إذا هذه المناطق خالية من أي آثار؟ في عرض بعض ما هو عرض رسمي كان في هذا الموجود من 20 سنة كان يعرضون علينا المواقع قبل ما يستخدمونها الإسكان أو المنشآت الدولة الأخرى لكن نتمنى أن يصير فيه تعاون بين وزارة الإسكان والمجلس الوطني والوزارات الأخرى في عملية الفحص أو زيارة المواقع وعمل مسح أثري قبل الإنشآت الحديثة طيب دكتور بعد هذه الاكتشافات مثلا بالخير وهذا يعني مو أول اكتشاف يعني بالكويت عندنا أثار من زمان ليش يعني حدم الاهتمام من المؤسسات الحكومية بهذا الجانب ليش ما فيه اهتمام؟ هل ما فيه وعي بأن هذا اكتشاف عالمي ممكن أن يكون مجال للسياحة ولمدخول مالي على الدولة؟ ما فيه هذا الوعي؟ الوعي حنا قاعدين نعمل على الوعي الأثري قاعدين نبدأ من النشأة الحين بدأنا الحين عندنا يعني فرق العملية نشر الوعي الأثري في المدارس عندنا يزورنا في المتحف أكثر مئة وعشر تلاف سنة يعني طالب من المدارس بدأنا في يعني عرض نماذج من الفخاريات والمعارض في الأسواق التجارية لنشأ الآن باتفاق مع جمهة الكويت يعني شعبة آثار وبدأ الآن فيها أكثر من أربعين طالب طيب هذا بالنسبة لتعوي توعية المجتمع يعني بس الجهات الحكومية يعني أنا أتكلم عن الجهات الحكومية نعم نعم أنا عارف من شون ما يكون فيها نوع من التوعية لأهمية هذه الآثار التاريخية بالنسبة للجهات المجتمع يعني لا فيه تعاون لا فيه قانون لا يسئلون القانون موجود لكن القانون يحتاج قانون الآثار يعني ما فيه حتى الضبطية القضائية لا يوجد عقوبات ليش هذا البطء أو ليش هذا التجاهل لهذا نتمنى إن شاء الله أن يكون فيه يعني وضعية للآثار أفضل من السابق خاصة بعد الاكتشافات الحديثة وبعد الرؤية العالمية لأهمية الكويت في هذا المجال طيب دكتور يعني على كلامك ما فيه ضبطية قضائية ويسورون أماكن الآثار هناك مجال لتهريب الآثار ممكن أن أي أحد يهرب الآثار يهرب الآثار كويتير تعالي تهريب الآثار الآن حنا لنا علاقة بالجمارك وبالداخلية نعم كل أحد يبوق الأسهد الآن اللي لقيت الأسهد موجود في مخازن إدارة الآثار والمتاحف حنا نضع حراسة أثناء التنقيبات الأثرية مشددة وننقل الآثار المنقولة إلى مخازن إدارة الآثار والمتاحف بالنسبة للتعاون مع الجمارك موجودة الآن من تنسيق وتهريب الآثار يعني نضع تهريب الآثار وفي الدولة موقع الاتفاقية العالمية لحماية الآثار وأكثر ضبطية أكثر كانت تمثال المصري اللي كشف في مطار الكويت وتم دراسته ورجعها للمصر وسلمنا قبل سنتين قطع أكثر من 13 قطعة للعراق الشقيق مهربة بعد بالنسبة الآن المعبد الاكتشاف هذا فيه حماية عليه الآن الموقع الأثري هذا الموقع لا توجد حماية عليه لا توجد حماية عليه أنا قادم الطالب اليوم يعني الآن يمكن يرون يبقون الأثار إن شاء الله ما يبقون فيها الآن فريق كويتي يتجول في المنطقة لكننا نطلب حراسة ونطلب كاميرات على الطاقة الشمسية باستمرار نطلب استخدام الأجهزة الحديثة في حماية هذه الموقع الأثرية ولكن للأسف إلى الآن لا توجد حماية يعني إن شاء الله ما يسمعوني أحد المهربين ويروحون أثناء الحلقة ويقولون كم فخارية دكتور القرية التراثية التي تم إيقاف العمل بها وتسويرها بدعوة أن تحتها حي كويتي قديم ما رأيك بهذا الكلام؟ القرية لم يوقف العمل بالنسبة للمجلس الوطني نحن قمنا بواجبنا نحن لدينا جزء من هذه القرية يعني متحف مكشوف ووضع أن يكون فيه مكان مهيئ من مدينة الكويت القديمة ديوني أشياءت عام 1613 وخاصة سور الكويت الثاني موجود في هذا الجزء وأن هذا يحيئ متحف مكشوف ومدرج روماني لكن القرية تعثرت بالنسبة لأشياء إدارية خاصة في إدارة القرية التراثية وعلاقتهم مع البنك الوطني أو البنك الكويت المركزي نعم طيب يعني هذه القرية ستحول إلى موقع أثري سياحي نعم فيها جزء منها موقع أثري سياحي نعم دكتور هل عثرة في الكويت على آثار امتداد لحضارات قديمة في المنطقة؟ نعم أغلب حضارات الكويت المكتشفة الأربع كلها حضارات عالمية وحضارات موجودة لها امتداد حضارة العبيد هذه موجودة في العراق وسوريا ومملكة العربية السعودية وفي جزر الإمارات خاصة دلمة ومراوح حضارة دلمون نعرف أن دلمون مملكة خليجية هذه كلها من متصلة في بعض نعم لها علاقات وهي حضارة متشابهة فيها اختلافات بسيطة لكل منطقة الأخرى لكن هي حضارة وحدة تقريبا بالنسبة لحضارة دلمون نشأت في الألف الثالث قبل الميلاد هذه حضارة خليجية نشأت مملكة في ثلاث جزر جزر البحرين وجزيرة التاروت في شرق السعودية وجزيرة فعلكة والآن نجد لها امتداد على الساحل الشرقي الحضارة الإسلامية نعرف أنها موجودة حضارة الهنستية أو حضارة وصول الإسكندر المقدوني حضارة عالمية وأثار الحضارة الهنستية أو بقايا حضارة الإسكندر المقدوني موجودة في العالم كله موجودة في جزيرة فعجة طيب دكتور كيف يتم الترويج لها الحضارة هذه موجودة في فيلك و نسمعها من زمان بس إلى الآن ما في ترويج لكي تصل إلى العالمية ما في لها زيارات ما لها إعلانات هذا يدخل في استثمار هذه المواقع الأثرية سياحيا و أول شيء يبدأ في تسجيلها على التراث العالم أنها تصبح من المدن المشهورة في العالم ما سجلت إلى الآن لآن لم تسجل على القائمة لكن لم تسجل رسمي أثار جزيرة فيلك و طرح سعد و سعيد جزء من جزيرة فيلك على قائمة التراث العالمي و طرح الأبراج و طرح بيت الشيخ عبدالله الجابر و قصر الشيخ عبدالله الجابر و طرح موقع بحراء هذا لكن لآن لم تسجل رسميا كويت هي الدولة الوحيدة التي لم تسجل أثارها رسميا في التراث العالمي وهذا الشيء طبعا يحبط لك دكتور أكيد أكيد أنا كنت أتمنى من 10 سنوات أو أكثر و أين دورك دكتور و أين دورك يعني هل طالبت الحكومة بتسجيل هذه الآثار عالميا هل قدمت لهم كتاب قدمنا أكثر من كتاب و هي سجلت على القائمة سجلت على القائمة التراث العالمي لكن يعني فيه أشياء فيه أشياء إدارية يعني تتعلق بمجلس الوطني أعتقد أنها هي العائق بسيط يعني يمكن تجاوزه و البدء في تسجيل هذا الموقع على التراث العالمي نعم رح نأخذ فاصل دكتور و نعود فاصل مشاهدينا فاصل سريع و سنعود رجعنا مع دكتور سلطان الدويش مدير الآثار و المتاحف بالمجلس الوطني للثقافة و الفنون و الأداب دكتور قبل الفاصل تكلمنا عن الآثار الموجودة في فيلتشا و المتعارف عليها ولكن هل هناك يعني اكتشاف لآثار جديدة في فيلك نعم في اكتشافات في جزيرة فيلتشا في شرق الجزيرة وجد الكثير من الأفران و المستوطنات اللي تعود اللي بداية نشوء حضارة دلمون يابعوا ما ينتقلون إلى جنوب الجزيرة كانوا في شرق الجزيرة و وجدنا أفران و بقايا أساسات لوجود الحضارة في شرق الجزيرة العربية في شرق جزيرة فيلتشا كذلك في بعض الآثار الإسلامية خاصة منطقة القصور يعني هذه منطقة يعني كانت قبل الإسلام موجودة و وجدنا في وسطها كنيسة تعود الفترة المسيحية و وجدنا بقايا هذه الكنيسة الكنيسة نعم يعني آثار لكنيسة أثار مسيحية نعم نعم يعني الآثار مثلا بناء الكنيسة أو آثار ممكن تحدثني أكثر بالتفصيل لا بناء الكنيسة الكنيسة موجودة موجودة نعم الكنيسة ضخمة الأكبر في منطقة الخليج العربي يمكون من ثلاثة جزاء الساحة والبناء الأوسط و قدس الأقداس و وجدنا الصليب و وجدنا و نعرف أن هذه الفترة المسيحية كانت موجودة قبل الإسلام كانت القبال العربية في شرق الجزيرة كلها تدين بالمسيحية و لما دخل الإسلام أو وصل الإسلام في السنة الثامنة للهجرة لشرق الجزيرة العربية و منها موقع منطقة كاذمة و قليم البحرين أسلم أهلها بسهولة و يسر نعم دكتور وأيضا هناك اكتشافات جديدة للآثار الإسلامية الإسلامية يعني تأخذ نسبة 60% من الآثار موجودة في الكويت في موقع كاذمة البحور في منطقة كاذمة يعني هذا الموقع هذه كاذمة هي الاسم القديم للكويت قبل الإسلام مشهورة كاذمة فيها يوم كاذمة و معركة ذات سلاسلة و معركة كاذمة و كانت هذه المنطقة تعرف بكاذمة حتى القرن الخامس السادس عشر الميلادي ثم سميت بالقرين و بعد القرن السابع عشر سميت بالكويت كاذمة وجدنا موقع كاذمة و مدينة كاذمة و ميناء كاذمة وجدنا الكثير من المظاهر التي تحدث عنها الكتاب عن كاذمة مثل بئر كاذمة الشهير و القلعة التي كانت حصن في كاذمة و بقايا القبور الإسلامية في كاذمة نعم دكتور ما سيتم المحافظة على هذه الآثار الآن المحافظة ما سيستفيد منها حتى أن تكون لكويت وجهة سياحية أنا عندي دراسة عديتها و نشرتها و رسلتها للمجلس الوطني هنا نستثمرها الإنسان هو الوحيد الذي سيحافظ على المحافظة وجود الإنسان في هذه القرى السياحية أو المنشآت السياحية أن ننشأ متحف و فندق و موقع أثري و أكثر من مطعم و أكثر من استراحة هذه وجود الإنسان سيحافظ عليها كما سيكون أمن في هذه المواقع الأثرية إنه يبقى يوم في فيلتشا أو يوم في الصبية و يوم في الخيران و يوم في ود الباطن في مناطق الكويت ممكن تبقى أيام أن تتجول على المواقع السياحية و الثقافية في هذه المنطقة طيب دكتور ما اتجهت إلى القطاع الخاص أو أن الكلام الآن مبكر جدا الحديث عن هذا الموضوع يعني الآن قاعد نشوف مطاعم تنشأ في كل مكان في الكويت معقولة هذه المواقع الجميلة الأثرية التاريخية يعني ما لها مثلا موقع يمهى مطاعم متعدد مثلا الاستخدامات يعني كمكان سياحي للكويتيين على الأقل هي المنطقة السياحية يعني والكويتيين يخيمون فيها كثيرا في منطقة السياحية يخيمون فيها بس ما يدرون فيها تلي أثر لكن الاستثمارها رح يبدأ من مشاريع الدولة هنا منشؤون فيها منطقة متحف ومركز ثقافي ثم ينشؤون فيها يعني مناطق سياحية أو مجموعة فنادق متنوعة مجموعة مناطق هذا المنطقة يعني في الوطن العربي الكثير من القرى السياحية في مصر وفي الأردم حتى الآن بدأ في الخليج في الإمارات العربية المتحدة والسعودية وفي البحرية نحن يعني ممكن أن نشوف هذه الدراسات ونستفيد من تجارب يعني في تنسيق بينكم وبين دول مجلس تعامل الخليجي في تنسيق ثقافي وأثري يعني في اجتماع للوكلة المساعدين للأثار المسؤولين على الأثار سنويا في ندوة وفي معرض للأثار الخليج وفي فريق خليجي للتنقيبات الأثرية عمل في منطقة الصبية وفي جزيرة فيلك يعني في عمل كبير يعني كنا نتلقى الدراسات من الأجانب في فترات قديمة لكن من عشر سنوات بدأ تنسيق خليجي كبير وبدأ يعني وحدة خليجية ثقافية في مجال الآثار خاصة طيب دكتور عندكم مشاركات يعني مثلا فعاليات للتوعية في هذه الآثار مثلا شاركتوا في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثي نعم عندنا مشاركة من عدة سنوات في هذه القرية يعني يقيمها الديوان الأميري وعلى رأسها مسؤولين يعني فتحنا متحف اسمه متحف الكويت يضم يعني متحف كبير يضم مجموعة من حتى في زملانة في القطاع الخاص من المتاحف الخاصة والحرفيين نستضيفهم في هذا المتحف وفي معرض يعني يمثل الكويت الحديثة أو الكويت قبل مئة سنة عن الحياة البحر والبر والمدينة الكويت القديمة فيها الكثير من المجالات أو الحرف معروضة في هذا البيئة البحرية وفي عن الكويت وعن الغزو حتى وعن الكفاح الكويتيين كلها موجود في هذا المتحف موجود فيه والمتحف هذا يزور كثيرا من الكويتين عدادهم العام تقريبا 600 ألف زار هذه القرية السياحية نعم ودكتور دائما أشوفك لما أسئلك عن أي دعم حكومي أو الجهود الحكومية أشوف عندك نبرة نبرة أحباط لماذا؟ مو نبرة أحباط أنا اتصلت في أكثر من جهة في القطاع السياحة زملانة في وزارة الإعلام جهة علمية وجهة لنا حدود قمنا في عملية التنقيب ودراسة الموقع الأثري وعملية صيانته وترميمه استثماره سياحيا وإعلانيا يروح الجهة الثانية خاصة قطاع السياحة في وزارة الإعلام هذا دورهم أنهم يتقطون هذه المبادرة ويقوم بعملية عرض هذه المنشأة أو فتحها للزوار لازم يكون في تنسيق بين قطاعات الدولة هل هناك تنسيق بينكم وبين قطاع السياحة وزارة الإعلام؟ هناك تنسيق بسيط لا يوجد تنسيق أنا أريد تنسيق أكبر تنسيق عملي وتنسيقي يرى النور أنه يفتح مجال السياحة وإستثمار هذه المواقع الأثرية ولكن لا ترى أي تجاوب إن شاء الله وجود معالي وزارة الإعلام أستاذ محمد الجبري أنه يكون فيه استثمار المواقع الأثرية يكون فيه دعم الكادر الأثري يكون فيه حماية المواقع الأثرية طيب دكتور يعني على كلامك أو على الأمور أنت كما تشوفها لأن أنت القريب من هذا الموضوع تعتقد مثلا خلال كم سنة سيكون عندنا هذه المواقع الأثرية أو مثلا القرى السياحية الموجودة في الكويت المنتشرة حسب المواقع الأثرية تتوقع خلال كم سنة أنا أعتقد الآن سيبدون في جزيرة فيلت فيلت الآن المخططات والدراسات والمشروع تقريبا خلال عام سيبدون إن شاء الله في وضع منطقة فيلت كجزيرة سياحية على مستوى العالم نتمنى أن الصبية والمناطق الأخرى يكون لها وضعية مثل وضية فيلت إن شاء الله وهي فيها مواقع أثرية مهمة على مستوى العالم طيب دكتور التنقيب ما زال مستمر الآن ولا بعد هذا الاكتشاف يعني نهاية العمل التنقيب مستمر عندنا ثمان بعثات يعني في موجودة خمس بعثات في جزيرة فيلت واربع بعثات في منطقة الصبية البعثة البولندية والبعثة السويسرية والبعثة الجورجية والآن عندنا البعثة الإيطالية في جزيرة فيلت ورح يجزء منهم رح يعمل إن شاء الله في منطقة الخيران الخيران هذه الاكتشافات الجديدة طيب دكتور العملهم استمر لغاية كم سنة؟ دائما الاتفاقيات هي مفتوحة السنوات حسب الموقع الأثري وحسب المواقع لها وقت طويل لعملية دراسة المواقع والتنقيبات والمسح الأثري يعني في بعثات عندنا صار لخمسين سنة وفي بعثات عشر سنوات وفي بعثات خمس سنوات وانتهى عملها الأثري في مواقع يعني الآن إن شاء الله الدراسات يعني المجال بالنسبة الاتفاقيات إنهم يعملون كل البعثة تعمل ست تسابيع وعدد الفريق لا يتجاوز 12 فريق حتى يعني نأخذ نركز على مواقع الكويت ونقوم بعملية توزيع للعمل الأثري نعم رح نأخذ هذا الفاصل الدكتور وسنرجع للحديث معك لاستكمال الموضوع حول الآثار السياحية المكتشفة حديثا في الكويت فاصل مشاهدينا وسنعود رجعنا مع الدكتور سلطان الدويش وحديث عن الآثار الحديثة المكتشفة في الكويت دكتور أبي عرف مظاهر هذه الحضارة المكتشفة سنقول مثلا دلمون بفيلتيا شلو مظاهر هذه الحضارة المكتشفة أبي عرف عن هالناس اللي كانوا يسكنون هذه المنطقة أنا قدمت في إذاعة الكويت برنامج عن آثار عبر السنين تكلمت عن مظاهر الآثار في الكويت على 14 حلقة الأختام الكويت كشف فيها أكثر أختام بالعالم يعني ألف ختم حتى الآن وكل ختم يختلف النقش الموجود عليه عن ختم الثاني يعني ما فيه أختام متشابئة الأختام هذه العلماء قالوا أنها تعويذة لحماية الإنسان قالوا أنها تستخدم للتجارة لأن وجدناها مطبوعة على الجرار في عملية التجارة الموجودة الأختام هذه يعني تحكي قصص يعني دلمون شنو كان الملابس الأشكال الأدمية البيئة الموجودة يعني رسم الهلال والنجمة والحيوانات الموجودة في البيئة رسم مربعات وأشكال هندسية يعطونا تصورات شنو كان بالنسبة لهذه الحضارة نقلونا شنو كان موجود لأنها تحكي واقعهم الموجود في حضارة دلمون حضارة دلمون حضارة غنية الكثير من مظاهر بغير الأختام عندهم الفخار يعني كانت فيها مصانع الفخار ولهم فخار وسمى فخار بربار نسبة له قرية في مملكة البحرين وجدنا النحاسيات أدوات متنوعة من رؤوس السهام ومن الحراب ومن النحاسيات الأواني النحاسية كانت يعني كعندهم مصنع لصناعة هذه الأدوات في العالم يعني تصنع هذه الفخاريات لا أتحدث عن حضارة دلمون هذه في الألف الثالثة العبيد هي الأول مرة العبيد التي هي أول مرة العبيد جاءت بعد العبيد بألفين سنة لكن فيها مظاهر متقدمة للحضار يعني غير اختلفة أما قالوا أول فخاريات كانت في حضارة العبيد نعم العبيد أما تحدث عن عصر حجري لا يوجد فيه نحاسيات لا يوجد فيه معادن نهاي لا يوجد فيه معادن استخدم الإنسان الحجر واستخدم الفخار واستخدم المحار لصناعة الخرز والأدوات كانت صناعاتها بداية تمها بعدها جاء العصر البرونزي العصر البرونزي هو اللي بدأت فيه الصناعات الكبيرة بدأ استخدام الإنسان للنحاس والبرونز وبدأ صناعاته يعني الكبيرة والمتطورة وبدأت العلاقات الكبيرة في هذا العصر خاصة أنه وجد يعني طريقة خاصة هذه الأختام أنها من وسائل التجارية الموجودة في هذه المنطقة حتى بالنسبة للتماثيل بالنسبة للكتابات الكتابات دكتور يعني هل يعني اللغة اللي كانت مستخدمة ذاك الوقت نعم هي يعني لغة يعني للتفاهم ولتوثيق للعلاقات التجارية الكويت وجد فيها أربع كتابات بدأت من ألف الثالث قبل الميلاد الخط المسماري مشهور أنه كان الخط المتداول في العالم القديم يعني كان الكتابات حتى الحضارة المصرية كانت المراسلات الدولية تكتب الخط المسماري والخط الأكادي وجدت هذه في تل العمارنة في مصر لذلك وجدنا في أكثر من ستين لوح في جزيرة فيلك كلها تتحدث عن الخط المسماري تتحدث عن إله دلمون وعن تجارة دلمون وعن البضايع الدلموني اللي كان تصل إلى بلاد الرافدين كان يشهدون بهذه المملكة الكبيرة في منطقة الخليج العربي إذا اعتبرنا الخط المسماري هو الخط الأول اللي وثق فيها الإنسان كان يكتب بالألات نحاسية ويكتب على الرقيم الطيني كان يستخدمون الطين المجفف يكتبون عليه في هذا الطريق بعد الخط المسماري في الألف الأول جاء الخط يكشف بالكويت على لوح حجري أو قطعة حجرية ويكتب عليها بالخط الأرامي والخط الأرامي طلع في الأول قبل الميلاد وانتشر في سوريا والعراق وبعدين في إيران ثم في منطقة الخليج العربي وعندنا لوح يتحدث عن اسم شخص من الفترة الأرامية ثم المسند أو الخط العربي القديم نعرف أن الجزيرة العربية كان فيها كتابة مشهورة طهرت في اليمن اللي هو اليمن المسند الجنوبي ثم انتشر في الجزيرة العربية حتى وصل الخليج هذا الخط الذي كان بدون النقاط هذا هو؟ هذا خطي خط بدون نقاط نعم خط العربي القديم هو خط يعني مسند لأن الحروف تستند على بعضها هو يتكوّم من 28 29 حارف تقريبا يكتب من اليمين هو انتشر بالجزيرة وجدنا بالكويت في خمس مواقع وجدناه مكتوب على جبل وارة في جنوب الكويت وجدناه على موقع في الخيران صخور في الخيران وجدنا حديثا يعني قبل سنة على موقع في أنه يصيب على يعني قطة حجرية منحوط عليها هذا النقش وجدناه في موقع أكاد وجدناه في جزيرة فيلك انتشر في الألف الأول قبل الميلاد أول من أنشار له هو السيد ديكسون في كتابة عرب السحراء أشار إلى الكتاب الموجودة في جبل وارة وقال هذه وسوم عربية نعم الخط الرابع الذي وجده في أرد بعد خط رابع نعم وجده في الكويت هو الخط اليوناني أو الكتابة اليونانية القديمة التي وصلت مع وصول الإسكندر المقدوني لمنطقة الخليج وسيطرته على جزيرة فيلك وجدنا يعني لوح حجري ضخم مكتوب عليه يعني نصب 44 سطر تقريبا يتحدث عن الحياة وتنظيم الحياة في جزيرة فيلكة وأكثر من لوح موجود في جزيرة فيلكة يتحدث عن هذه الغط كل هذه يعني يعني الكتابات يعني يتحدث عن حضارات كانت موجودة وهذه أدلة وشواهد على وجود هذه الحضارات موثقة في أرض الكويت نعم الكلام جميل جدا دكتور بس أبيك بالنهاية توجه كلمة إلى الحكومة بخصوص هذا الموضوع نعم الاكتشافات الأثرية بدولة الكويت اليوم تعطي يعني أو يعني يجب أن ترسم سياسة جديدة الاهتمام العالم اليوم يتحدث من خلال الاكتشاف الجديد عن الكويت أن فيها أقدم مدينة في العالم يجب أن نواكب هذا الحدث ونهتم في هذا المواقع خاصة حماية هذا المواقع الأثرية وتسويقها واستثمارها نعم الدكتور سلطان دويش أنا شخصيا فخورة جدا أن عندنا يعني كفاءة كويتية مثلك ومتخصصة في مجال الآثار شكرا جزيلا لك للحضور عن هذا الموضوع وشكرا المشاهدين للمتابعة ونلقاكم بحلقات أخرى من برنامج لقاء الرأي شكرا لك شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر